طلقت مبادرة جديدة بتحمل شعار أيادي صغيرة المبادرة دي بتستهدف التوعية بأثر التربية على الصحة النفسية والجسدية للأطفال وبدأت أولى فعليات المبادرة بالتعاون مع المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصري مبادرة أيادي صغيرة والأساستها فيرجينيا هاني هنتعرف على تفاصيلها بشكل وافي وشامل من فيرجينيا اللي موجودة معانا في الستوديو أهلاً وسهلاً بيكي من أورونا أهلاً بحضرتك طيب خلينا كده نتكلم مبادرة أيادي صغيرة باين جداً أنها لها علاقة بالأطفال وباين جداً أنها بتتعامل مع الأطفال من سنة صغيرة أحكي لي الحكاية هي الحكاية بدأت بأن أنا كنت سفيرة للمسؤولية المجتمعية في ألمانيا الشركة اللي أنا بشتغل فيها هناك طبعاً فيرجينيا أنت ميس إيجيبت أهلاً يعني ده من الحاجة لتساعدتك أنك تعملي المبادرة أكيد هو بصراحة أن أنا أصلاً أدخل الشركة اللي أنا مشتغل فيها أنا مستشارة بنوك في إنستان يونج في ألمانيا وجزء منها كبير طبعاً اللي ساعدني أن أنا أقدر أدخل الشغل هو ميس إيجيبت وبرضو جزء كبير أنه أداني مساحة في الشركة أن أنا أقدر أكون سفيرة للمسؤولية المجتمعية ومن خلال كده ابتدينا نحن نعمل فعليات مع الأطفال هناك نحن نقرارهم كتب نقدرهم ساشنز ننزل معهم نعمل أكتيفتيز للبيئة نلم زبالة من الباركس والشوارع ومن هنا أنا شفت قد إيه أثارنا بجد كبير على الأطفال وأنا من ساعة ما كسبته مسئيه جبته وأنا حاسة بمسؤولية مختلفة عن مسؤولي يعني عن اللي أنا كنت حاسة قبل كده تجاه مصر الأول طبعاً هي كانت أن إحنا نقدر نوصل صورة مصر الحقيقية لبرة وحاولت أعمل كده طبعاً من خلال دراستي وشغلي في ألمانيا ومن خلال المسابقة ولما حسيت بالمسؤولية تجاه مصر والمسؤولية المجتمعية فحسيت أن هدفي كمان اتجه شوية أكتر ناحية المسؤولية المجتمعية وحسيت أن احنا ليه ما نعملش اللي احنا بنعمله في ألمانيا ومصر طب نعمله في مصر إزاي؟ بقى حكينا كده قصة بتاعة أيدي صغيرة هدف المبادرة إيه؟ اشتغلته إزاي مع الأطفال؟ أنا عارف أن أنتوا بتنزلوا المدارس وبيبقى فيه جلسات كده تفاعلية مع الأطفال بتسمعوا منهم بيبقى فيه كلام كمان مع الأهالي إيه أهم الأهداف للمبادرة دي واشتغلته على الأرض إزاي؟ هي أهداف المبادرة لنحنا نقدر نوصل لكذا فئة عمرية من الناس بداية من صغرهم وهم أطفال طبعا مع المبادرة الرئاسية ألف يوم الذهابية بتعاون معيها مع دكتور عبلة الألفي ركزنا في أول ألف يوم من حياة الطفل اللي هي بتبدأ من وهو في بطن مض واتجهنا برضو لسن الشباب اللي في السنوية عامة وبنعمل معهم ساشنز إذا كان في المدارس أو في النوادي أو ساشنز نحنا نقدر نقول لهم نعرفهم على الصحة النفسية قد إيه مهمة قد إيه هم محتاجين هم يقدروا يعتبروا على نفسهم بتقولهم إيه بقى في الساشنز دي؟ إحنا مثلا كنا في آخر ساشنز في مدرسة الانترناشنل واتكلمنا عن أن هم قد إيه هم يقدروا يعملوا اللي هم عايزينه بس يكون الحاجة دي لها هدف وليها معنى وقد إيه هم يقدروا أن هم ما يستغنوش عن مبادئهم في الطريق أن هم يوصلوا للي هم عايزينه لأن طبعا أنا وجهت صعوبات كتيرة جدا في ألمانيا أن أنت كحد غريب هناك تقدر تمسك على مبادئك المصرية أو العادات وتقاليد وإزاي ده وراتهم من خلال التجربة الصغيرة بتاعتي إزاي ده أقدر أن أنا أنا ده مش مسكني بالعكس ده لما شايفوا أن أنا ماسكة في مبادئي وأهدافي أن ده تجيفني أبوش تساكسس كويس قوي فكرة الدافع للنجاح وأن أنت يبقى عندك دافع كده حاجة زوقك لقدام أنك تقدر يتوصلي للي أنت عايزة فيجينيا أنت بالنسبة للناس كتير جدا وبالنسبة للبنات والكتير من الولارات كمان حاجة مبهرة جدا وبالنسبة لنا طبعا أوراية يعني حاجة مبهرة جدا والبنات بصالك إزاي كميس إيجبت اللي بتعملي مبادرات لها علاقة بالتنمية يعني الموضوع مش بس اهتمام بجانب واحد الاهتمام بأكتر من جانب في نفس الوقت بالضبط وده برضو كان جزء من المبادرة أن أنا كنت عايزة أواري أن ملكات الجمال ليها هدف أكبر من كده بكتير وده برضو اتعلمته خلال دراستي لما سفرت وتعلمت واشتغلت شفت أن ملكات الجمال ليها جزء أكبر بكتير وهي أثرها في المجتمع وقد إيه أن الناس بتحب تسمع لحد زي كده وشفت ده برضو في آخر ساعة يعني في ساشنز كتير من المدارس أن بعد كده هما هما بيبقوا داخلين عشان يشوفوا مثل إيجبت وبيبقوا داخلين متحمسين متحمسين أن هما يشوفوا مثل إيجبت فمن خلال ده بيتعلموا كتير وبيستفاجدوا كتير وبيجي لنا فيدباك بتبقى مجهزة بقى بتبقى مجهزة مواضية هتتكلمي فيها بتبقى مجهزة معك فريق أعمل كماش حاجة هتشغلوا عليها يس في تيم شغال على المبادرة وطبعا قبل أي ساشن بيبقى فيه بيبقى فيه بيتباعت وبنبقى مجهزين الكلام اللي هيتقال والسوبجيكس المعينة بيبقى طبعا متختلف من كل مدرسة للتانية حسب الناس الموجودة لأن احنا مش بس بنتجه للمدارس الانترناشنال احنا برضو بنتجه للمدارس استاذكات الحكومية أو الفنية أو الانترناشنال فطبعا هناك كل واحد بيختلف من التاني وبرضو حسب الفئة العمرية لأن برضو زي ما قلت حرارك احنا بنناشد الأطفال والشباب اللي في سن سنوية عامة يعني لسا هتخرجوا وبرضو الأهالي لأن الأهالي عندهم تأثير كبير جدا على الأطفال في خلال تربيتهم وبرضو أي حد عنده أثر على الشباب في المدارس أو في مثلا المدرس في التمرين أو المدرس في المدرسة طبعا دي ليهم أثر كبير قوي عليهم حابين نعرف معاك كده لو اتكلمني على سيشن أو جلسة من الجلسات دي إزاي بيحصل التفاعل بقى معه سواء الأطفال أو الشباب إيه أكتر موضوعات شايفة فيرجينيا أنه هي فعلا من الموضوعات المهمة جدا والحيوية بيتمس حياة أطفالنا وشبابنا اليومين دول طبعا في موضوعات كتيرة جدا لكن أكتر حاجة حاسة أنها فعلا محتاجين نتكلم فيها ومحتاجين نوضحها أكتر لولادنا أي هو فيه اتنين توبيكس حسب الفئة العمرية للأطفال الصغيرين وأهليهم الفرق ما بين الفكر فيه حاجة اسمها جانوريشن الجاب الفرق بين الأجيالي بالضبط الفرق ما بين الأجيال أن الأهالي بسبب التكنولوجيا السريعة والتشينج السريع جدا النهاردة فالأهالي مش لحقة أنها تواصل مع سرعة فهم وسرعة الطفل في أن هو يشوف العالم ويشوف الحاجات المختلفة فبيحصل أن الأهل ما بيكونوش فاهمين الطفل والطفل بيبقى مش عارف يتكلم مع أهله لأن هو حاسس أن هو بيتكلم والحد الكبير مش فهمه فدي بوينت حاسقة مهمة جدا جدا وبالنسبة للشباب اللي في السنوية العامة هي أن هو خارج على حياة جديدة لازم يبقى هيتأثر بحياة كتير في داخل مرحلة جديدة في حياته فلازم أن هو يبقى ماسك في أهدافه ومبادئه وأن هو يقدر يصدق أن هو يقدر يعمل اللي هو عايزه وكل اللي هو عايزه بس بطريقة نسبه وتليق بيه وتليق بأهله وتليق بأهله وتليق بعادته وتقاليده طيب فيجينيا وإنتوا بتتكلموا عن الصحة النفسية والصحة التعليمية في مبادرات بتبقى تحت المبادرة دي كمان يعني إحنا بنتكلم مع الولادة عن حقوقهم وإزاي يعملوا بنتكلم معهم كمان عن واجباتهم بنتكلم معهم عن فكرة تنمية مجتمع تنمية بيئة حفاظ على بيئة أيا كان كده والناس بتشتغل بأيديها أيا كان بقى في الأماكن لأننا عارف أنكم بتتوجهوا لفئات عمرية مختلفة وكمان لفئات اجتماعية مختلفة مع الأطفال طبعا نازل الموضوع يبقى جايزة يلعب أكتر علشان يقدروا أن هما يستجيبوا معيك فبتبقى أكتر زي ما حررتك قلتي بالإيدين أو بالسيركل يعني نقعد في دورية نتكلم أن هما برضو يتناقشوا وأن احنا نبقى قاعدين وجروبس يعني جروبس مع بعض وكل واحد يدخل يشرح شوية يتكلم هو من نفسه شوية طبعا إذا كان في العمر الطفل أو في عمر الشباب فهم كلهم بيبقوا في الأول خايفين أن هما يتكلموا أو أن هما يبدأوا أن هما يقولوا تجاربا بجد بيبقوا خايفين لأن حسن هم بقوا بيتكلموا أكتر مما ينبغي الأطفال الصغيرين طبعا أكتر من زمان مش عارفين بقوا خليهم يوطلوا كلام هما بيبقوا عارفين يعبروا طيب يا برجينيا ولا هما عندهم أفكار كتير جدا فطول وقت عايزين يتكلموا جدا بس بيبقوا مش عارفين يوصلوا ليه النقطة اللي عايزين يوصلوا مش عارفين يختاروا الكلمة الصحة اللي اتعبر عن مشاعرهم هو بيبقى زي محرق قلتي عندهم مشاعر كتيرة جدا مثل لغباتك جوا بعض فمحتاج أن هو الطفل يفهم المشاعر دي علشان يقدر أن هي يوجهها لحضرتك ويقولها بطريقة سليمة أن أنت برضو تقدر تفهم الشباقات بيبقوا فاهمين أكتر بس مش حابين أن هما يتكلموا قدام حد مكسوفين بيبقى بالنسباله أن محدش يشوفوا في فهنا ببدأ أن أنا لما أحكي عن تجربتي أو أن أنا أبدأ بمشاركتي أنا الأول بيبدأ بعد كده يجي برضو منهم هما التفاعل وأنهم يقولوا كمان تجربتهم طيب أنا عايز أتكلم شوية كمان على فريق العمل فرجينيا بتشتغل مع الأطفال مع الشباب بتتكلم معاهم هل بيبقى فيه يعني استعانة مثلا مع خبراء متخصصين في علم النفس في علم الاجتماع شخصيات كمان محببة للأطفال يعني ده مهم جدا أنهم يبقوا موجودين في جلسات زي دي ويتكلموا ويبقى فيه حالة حوار مع الأطفال شكل السيشن وصير السيشن بيبقى عمل إزاي؟ هو طبعا زي محرك قلت من أهم الحاجات أن احنا نتعاون مع مؤسسات للصحة النفسية ومبادرات زي مبادرة ألف يوم الدهابية وبرضو تعاوننا بأن احنا بمشاركتنا في إيفنت فاهم مئة سنة على مرور فاهم مئة شهر كانت الفترة الزمنية لكن بنتكلم في نقطة المرور الكبير للوقت ده أعتقد بيديكم خبرات وبيديكم طريقة تعرفوا تتعاملوا بيها يعني احتكيتوا بمواقف كتير أكيد وأن احنا بنشتغل مع زي محرك قلت المدرسين في المدارس اللي ليهم بالصحة النفسية للأطفال دايما بيبقى فيه حد تابع أنه هو بيتابع الأطفال أنه هو بيركز في سلوكهم النفسي ودوء المهم جدنا كمان يعني يشتغلوا معاكم على الأرض بالضبط أنه هما برضو بيدخلوا معنا في السيشن أن احنا برضو نتكلم معهم قبل ما ندخل للأطفال عشان نبقى عارفين إيه أكتر مشاكل هما بيشوفوها في الفصل دا أو في الفئة دي العمرية فطبعا ده بيفيدنا كتير وبرضو بيساعدنا أن الأطفال يتجاوبوا معنا علشان هما بيبقى المشاكل دي فعلا هما حسين بيها بس مش عارفين الكلمة عندها طيب احنا دلوقتي في فترة الأجازة الصيفية بالنسبة للمدارس الرسمية والحكومية ولكن المدارس الدولية لسه مبتدتش الأجازة يمكن فاضل أيام قليلة أنتو بتنصقوا إزاي عشان تروحوا وتتقابلوا مع الولاد في المدارس أنتو بيتم دعوتكم من قبل المدرسة ولا أنتو اللي بتقعوا عاملين خطة كده مقسمين احنا عندنا في الفترة الزمنية كذا عندنا عدد مدارس كذا وبتبعتلهم وبتنصقوا معهم هو بيقى فيه طبعا بارت دا و بارت دا أنا برضو علشان عايشة في ألمانيا وبنزل فترات كثيرة فبيبقى أن احنا بنزبط حسب الفترة الزمنية اللي أنا فيها في مصر فبنزبط مع مدارس بنبعث طبعا بروبوزلز وباوربوينتز و برضو فيه مدارس بتبعتلنا أن احنا نقدر هما لما بيشوفوا برضو ساشنز في مدارس تانية نكحة فبيسمعوا عنها والأطفال بيتكلموا لبعض فبييجوا برضو هما يبعثونا وبنزبط معهم فطيبا أنا بنزل شهريا مصر علشان أقدر أن احنا نوفق ما بينه مبادرة والشغل بار آخر حاجة عايزة أسألك يعني أكتر حاجة شايفها في التجربة الألمانية مدام أنت عايشة فترة طويلة في ألمانيا نفسك تشوفيها هنا في مبادرة أيادي صغيرة أو تتحقق للأطفال إيه؟ هي فعلا الاهتمام بصحة نفسية أن هما يقدروا يعبروا عن نفسهم من غير ما يبقوا خايفين وأن الجيل الأكبر يفهمهم الجيل الأكبر أن هو يفهم أن الأطفال النهاردة شايفة الدنيا إزاي وأن هي شايفة العالم كله مفتوح فأن هما يقدروا يفهموا الأفكار اللي بتجيلهم عشان يقدروا يتعاملوا معاهم بطريقة صح وأن هما يوجهوهم للطريق الصح فرجينيا هاني مؤسسة مبادرة أيادي صغيرة نورتينا وشرفتنا كل التوفيق للمبادرة إن شاء الله تتحقق كل الأهداف ويبقى فيه تفاعل أكتر مع أطفالنا وشبابنا الفترة اللي جاي شكرا لك نورتينا نورتينا نورتينا